دراتي خليد روح نصبح على زملتنا هيلة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات فما نسألها سؤال حلقتنا النهاردة الصباح الخير عليك يا هيلة صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا شازلي صباح الخير قولنا بقى إيه أول حاجة متعودة أن أنت تعمليها أول من تنزيل الشغل بعد الأجازة يعني يحنا يمكن طبيعة شغلنا مختلفة لأن احنا اشتغلنا في العيد برضو في أجواء الأجازة مش زي بقية الناس لكن بس أعرف إحنا بنفرح لفرحتهم يا حيواء أيواء بنفرح لفرحتهم بس أنا بحس أنه يعني كنصيحة نعمل يوم بريك يعني يوم جزي مرحلة انتقالية كده أخر يوم في الأجازة نتعامل معاه على أنه مش أجازة قوي يعني يبقوا ثم كام يوم على بعض برضو يبقوا ترانزيل هما كانوا أسبوع يا شازلي ماشي أيوة يعني كانوا أسبوع تعالى بقى أخر يوم هيئ نفسك أنه دي مرحلة انتقالية علشان في نسب تاخد الأجازة الأخر نفس أعرف اللي هو حتى لو ما سيفر يجي قبل الشغل بساعتين يعني عارفة فيه ناس بتعرف يعني تتعامل بالأسلوب ده يعني بيقابل نسبالهم إن إحنا نستغل الأجازة الأخرى آخر ثانية دي حاجة بتبسطهم لأنا اللي كان بيدحاكني الفوزات اللي على الفيسبوك بتاعت رجوع الشغل يعني شعبي ورده دم وخفيف المصرين كمية نوكت وكل اللي هو بنت بستخبية بترجعونيش الشغل وبتاعه فإحنا تعاملنا مع الأجازة إحنا بنحب الأجازات وبنحب ننبسط يعني صحيح كل سنة كنت طيبة وإنت طيبة وكل اللي بيشوفونا طيبين ترجمة نانسي قنقر